موسيقى نتوقف اليوم مع العالم الموسوعي مبتكر علم الاجتماع ومؤسس علم الاجتماع الذي اتبعه كبار علماء الغرب وهو حامل لواء المذهب المالكي من المعدودين في هذا الإطار وله إسهامات فكرية وتجديدية ما زالت موجودة حتى عصرنا الحديث هو الإمام ابن خلدون في مصر أرض المجددين يتمثل محور مشروعه التجديدي في إنشائه لعلم العمران الاجتماع البشري وفي إنشائه لعلم تحليل التاريخ وفي إنشائه لطريقة كتابة السيرة الذاتية التي يستفيد منها الخلق كرحلة في عقل من كتبها كان نقطة فارقة ومنشئة لعدة علوم فرحم الله ابن خلدون برحب بفضيلة العلامة العالم الجليل وسيد دكتور علي جمعة أهلا بكم مولانا أهلا ومرحبا بكم مرحبا صاحب الفضيلة اليوم سنتحدث عن العلامة ابن خلدون لو تحدثنا عن المشروع التجديدي ومشروعه بالتأكيد كله تجديد ولكن مفاتيح هذا المشروع من وجهة نظر فضلتها كانت إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ولد عبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله تعالى في تونس وتخرج وكان أكبر من علمه ودرس عليه وقر عليه كان أباه ابن خلدون تولد في سنة سبعمية واحد وثلاثين سبعمية واحد وثلاثين ومية تمنمائة وثمانية حصلت حاجة في هذا القرن يعني تذكرنا بما نحن فيه الآن والحمد لله رب العالمين أن يصرف عننا الوباء والبلاء حدث في سنة تسعمية سبعمية تسعة واربعين سبعمية تسعة واربعين ما يسمى بالوباء الأعظم وساعتي سموه الوباء الأسود الأعظم وساعتي سموه الطاعون الأسود وذا حصل في حوض البحر المتوسط كله يعني حدث في مصر حدث في تونس حدث في المغرب حدث في إيطاليا وكان سبب هذا الوباء بدأ من الهند جاءت بعض الفئران والفئران تحمل مرض الطاعون من المراكب اللي جاية تحمل البضائع لأوروبا من الهند انتشر الوباء بقسوة وبطريقة غيرت التركيب السكانية للمنطقة كلها فكانت هذه علامة فارقة ولما تروح عندنا وإحنا بندرس في علم الرجال والتاريخ وكذا ومنجد أنه يقول لك ومات في هذه السنة ويجيب لك الموتى من العلماء من القواد من المشهورين الكتاب الأدباء فيجيب مثلا عشر في سنة 749 مجلد يعني يقول عنه ابن حجر العسقلاني حاجة غريبة جدا يقول ونقل الميراث في تسعة أبيات في يوم واحد يا خبر ربي يعني الورق كل تسعة بيت عملا تموت واحد يموت فتورسه مراته فتموت في نفس ذات اليوم فيورسها أخوها فيموت في نفس اليوم فتورسه مراته كده احنا بننتقل من عيلة لعيلة 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 على حتة أرض موروسة هي فمراته لما تموت يورسها أبوها فيموت في نفس اليوم بهذا المعرفش أقول عليها إيه السرعة أو الشدة ففي 749 في الوباء الكبير مات بهم هناك في تونس بخالدون احنا الكلام اللي احنا بنقوله بتاع ابن حجر في مصر ولكن عم العالم وشوف بقى يعني الحمد لله احنا الكورونا وهي جاي بنقول الحمد لله على أنه ما هواش كده يعني ما هو ينتقلش الميراث في تسعة أبيات أو تسع عائلات في يوم واحد فالأمر ده مات فيه أيضا العلماء اللي كان بيدرس عليهم عندنا كم سنة دلوقتي احنا عندنا 17-18 سنة ابن خالدون فاشتغل بالمناصب بقى لا روحك و لعيش بقى ما فيش علم خلاص الحكاية أفلت و العلماء ماتوا كثير منهم و حدث يعني نوع من أنواع الشعور بالغربة و الوحدة و كده إلى آخره فراح اشتغل في الدووين و كده و بعدين انتقل ابتدى بقى يعني تمشي لفترة الوباء دي والأوباء عادة ما تكملش ثلاث سنين يعني ثلاث سنين وتنتهي فربنا يصرف عنا وباء كورونا ده و ملحقاته و إن شاء الله احنا في السنة التالتة فنأمل في وجه ربنا إنه ينتهي و يرفع عن العالم إن شاء الله على ما جرت عليه سنن الله الكونيه اللي فراح ابتدى بقى يروح المغرب و يدرس و ابتدى يروح الاندلس و يدرس و في كل ده أظهر ذكاء كبيرا زهن متقد محلل زهن من النوع اللي بيمسك الحاجة يحللها كده و يشوف أسبابها و نتائجها و علاقتها مع الأشياء الأخرى و هكذا اللي راح و اتصل بقى بالحكام و تولى مناصب كتيرة واستشارات و كذا إلى آخر و بعدين أراد أن ينسالخ من السياسة السياسة ساعات بتبقى ليها نفسية معينة إذا ما كنتش عندك النفسية دي أم تداء منها ما تعرفش تكمل فحاول أنه هو ينسحب من الأمور السياسية و يركز فيه الأمور العلمية ابن خالدون قال للسلطان أنا عايز أروح أحج طبعا دي كلمة ما يقدرش السلطان أنه هو يعني يرغم على عدمها و كذا لأنها متعلقة بركن من أركان الديانة و جه مصر و نزل الأسكندرية و ابتدى يتعلم على علماء مصر و ابتدى الناس لما تسمعوا يلتف حوله الشباب لأنه كان عنده قدرة كبيرة في تبسيط العبارة و في شرحها و في الطعمق فيها فالشباب يحب كده علشان يفهم لأنه بيوفر عليه كثير من السنين قام مشروع ابن خالدون أساسا حول التدريس فهو قام بالتدريس قياما جيدا يعني و لما جه مصر جه لوحده رايح الحج و بعد كده استدعى أهله زوجته وأولاده فغيره في السفينة قرب الأسكندرية قبل ما يدخلوا المياه بتاعتنا لكن يعني على ما همش هناك ده كانت هنا و حصلت عاصفة و كده فغرقت السفينة بمن فيها و افتقد أهله و قبل كده افتقد أبوه و أمه في الطعون و افتقد مرة تانية أهله هنا و لما نزل القاهرة سحرته هذه المدينة يقول له يعني مدينة ساحرة في عبقها في معاملة أهلها و زحامهم و صحرهم بالليل يعني منياب بن خلدون و منياب بن بطوطة و كل ده وصفوا المدينة دي بأنها زحمة و بأنهم بيشتغلوا بالليل يعني صهرانين صهرانين بالليل فنازل عند المقريزي المقريزي استضافه في بيته و هو فاقت طبعا زوجته و أولاده و كذا إلى خيره يعني براسه يعني لوحده ابن خلدون اهتم نمرة واحد بالتدريس و نمرة اتنين بتوليد العلوم أيضا يبقى المشروع بتاعه التجديدي تمثل في هذا ايه بقى تجديد العلوم جاب لنا ايه بقى جديد؟ علم العمران و سماه هو الاجتماع و ساعات يقول الاجتماع البشري بعد كده لما جينا نترجم العبارات الإنجليزية و كده لقينا أن كلمة علم الاجتماع ابن خلدون هو أول من استعملها للكلام على قوانين و قواعد الاجتماع البشري هو يقول عن نفسه أنه لم يتعرض لذلك أحد من الخليقة أول واحد على وجه الأرض يتكلم في قوانين الاجتماع البشرية و وضح المحنة التي تعرض لها المحنة للتعاون كانت مؤثرة بالتالي هو أنا أرى يعني أن الذي كان مؤثر أكثر هو تركبته العقلي أنه محلل ولذلك لما ألف العبر في ديوان المبتدأ والخبر هو اكتف في التاريخ عمل له مقدمة المقدمة دي ما زالت تدرس في بعض محاضر الأكاديميات إلى يومنا هذا تكلم فيها كمقدمة لكل شيء لكل العلوم وفي المقدمة دي تلخيص لمنهجه ومشروعه الاجتماعي طب أنا أستأذم فضلتك يعني نعرف ملامح المقادمة بما أنها بتلخص المشروع التجديدي اللي بنخلدون في الفاصل التاني إن شاء الله إن شاء الله أشكر فضلتك أرجوكم خليكم معك وسط العديد من مقابر السعداء دفن ابن خلدون وإن كان لم يوضع اسمه على أي من المقابر الموجودة بالمنطقة لكن بعض المؤرخين أكدوا وجوده وسط هذه المقابر للصوفيين فهذا العالم الجليل الذي عاش حياته من أجل العلم وأسس علم الاجتماع رغم أنه ولد في تونس إلا أنه أراد أن يدفن في مصر وبالتحديد في القاهرة التي عاش بها أواخر حياته من شدة تعلقه وحبه لها وعلى الجانب الآخر يمكننا رؤية مسجد الحاكم بأمر الله بعد أن تدخل من بوابة باب النصر العتيقة لتأخذك معها إلى عالم مليء بالتاريخ والحكايات التي لم تمحها آلاف السنين رحب مرة أخرى بفضيلة العالم الجليل أصوص دكتور عليكم أهلا بكم أهلا وسهلا بكم مرحبا فضيل الدكتور مقدمة ابن خلدون كيف لخصت هذا المشروع التجديم بتقول للناس لابد عليكم من الاهتمام بالعلم وأن كل علم له مدخل ومفتاح وأنكم تقرؤون مفتاح ذلك العلم في هذا الكتاب يعني كأنه كتاب يعلم بدايات العلوم هذه هي المقدمة قضية الثانية توليد علم اسمه علم العمران والاجتماع البشر صحيح القضية الثالثة هي إنشاء منهج لم يكن موجودا من قبل وتطبيقه عمليا في التاريخ اسمه المنهج التحليلي فإذا هو ولد علما وأنشأ منهجا قادي ده المشروع التجديدي بتاعه لما أنشأ هذا المنهج منهج تحليلي منهج بيقرأ التاريخ لكن مش قراءة سردية سنة كذا حصل كذا وبعد إن سنة قراءة تحليلي بمعنى هذا الحدث الذي حدث كيف يتوائم مع حدث آخر يمكن أن يتوائم عندما يكون هناك شيء في الخفاء لا ندركه هذا الشيء الذي في الخفاء الذي لا ندركه ما هو ويبدأ يستنبط ويستخرج من الأحداث وجريانها وتوافقها فهما جديدا لا يفهمه من قرأ سرد من قرأ سرد خلاص ياخد باله من الحدث ده ومن الحدث ده لكن ما يعرفش يربط بينهم ما يعرفش إيه اللي وراهم ما يعرفش إيه اللي هينتج عنها لكن المنهج التحليلي وصل بنا في تطوره وتعمقه إلى أن احنا ممكن نقول وعلى ذلك فهذا الحدث لا يمكن أن يكون قد حدث ده في كذب هنا يبقى وصلنا إلى ما يسمونه بالدراية مش فقط رواية لا ده احنا كمان بنعرف نقبل ونرفض ونقول أنه ده استحيل يحصل الكلام ده يبقى في أساس علمي يبقى ده 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 عملية نعم كونت علم وكونت منهج القضية الثالثة التي يعني أنتجها ابن خلدون هي السيرة الزاتية فالسيرة الزاتية هو ألف عن نفسه سيرة ذاتية ده بنسميها بقى رحلة في عقل فلان مش بيقول الأحداث ده بيقول اللي جواه كان إيه إيه اللي خلاه يعمل كده إيه اللي خلاه يسيب العلم ويدخل في الإدارة إيه اللي خلاه يسيب الإدارة ويدخل في العلم إيه اللي خلاه يسيب البلدية ويروح للبلدية إيه اللي خلاه يهتم بهذا الفكر أو كيف كيف يخطر في باله قضية منهج التحليل أو كيف يخطر في باله قضية توليد علم العمران والاجتماع البشري واضح إن كان ليه تأثير مش بس على مجتمع أو يعني علماء عصر ولكن كمان على علماء الغرب تشوف تشوف مثلا جان جاك روسو في فرنسا إيمانويل كونت مثلا بيتأثروا يعني علماء كتير وسواء في الفلسفة سواء في الاجتماع البشري أو علم الاجتماع بعد كده فشايف حركة إزاي مدى أو سبب يعني اتزاع مدى تأثيره بهذا الشكل في كتب في التاريخ الإسلامي والعربي أثرت تأثيرا بريغا مباشرا معترفا به من الشرق والغرب في الغرب منها القانون لابن سينة مثلا ترجم إلى كل اللغات تقريبا ومنها مقدمة لابن خلدون وتأثر بها جدا كانت تأثر بها جان جاك روسو الفرنسي أيضا وجان جاك روسو كان علامة برضو فارقة في التربية الاستقلالية وفي عصر التنوير لكن هو تأثر ومباشرة وباعتراف بابن خلدون ابن خلدون له تأثير ومشروعه التجديدي مشروع ما زال إلى الآن يمكن جعله ضمن عناصر مشروع تجديدنا حول موقفه من التراث موقف التحليلي اللي هيؤدي بينا إلى أخذ المناهج موقف التوليد اللي هيؤدي بينا إلى زيادة هذه المناهج بما يناسب العصر منها إدراك الواقع منها قضية المنهجية والمعرفية والنموذج المعرفي اللي هو كان أبدع ما يكون عنده ابن خلدون واضح إن أيضا كان متفق عليه حتى ما بين جمهرة علماء أو أعلام الأزهر الشريف في عصره يعني دايما كان بيلتقي بيهم زي ما أرينا يعني في الأزهر الشريف في مناسبات عدة وكانوا منفتحين على العلوم الكتير اللي هو كان بيتقنها ابن خلدون كان هناك أنا بقولك المقريزي وهو مؤرخ المصر خده في بيته لأنه قال لا ده حاجة بقى إيه ده ما يتسبش وأجلسه في بيته ضيفا هو ابن خلدون في طائفتين تعامل معه طائفة اعترف بفضله وتنجذب إليه انجذابا شديدا يحدثوا غيرة عنده بعضهم لما العلماء والشباب وكذا إلى آخر يلتفوا حواليه أم ساعد في ناس بتنافس أه أم يبقى يحاولوا أنهم يسوأوا العلاقة بينه وبين السلطان عشان يصرفوا الناس عنه يعني آه يصرفوا الناس عنه وكذا إلى آخر في جانب آخر مهم في ابن خلدون وهو أنه كان يعني جريئا آه يعني كان يعني ما يقتنع به يقوله بغض النظر بقى عن أن الناس هتبقى معاه ولا مش هتبقى معاه دي قضية آه فعمل الحاجات دي هي آه و فلاقى معارضة ولاقى تأييدا أتذكر مثلا من المسائل آه حديث المهدي الوالدة في السنة أنكرها وضعفها كلها ورد عليه العلمان بأنك أنت بالضعف إدوان وعن عشرين صحابي وألف آه الشيخ أحمد ابن الصديق كتابا أسماه إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون يعني عايز يبرز الوهم كتاب كبير طبعه في مصر إذن فهو بيلقى معارضة من أجل أنه بيتمسك بما توصل إليه من رأي أو من علم برك الله فيكم فضلات الدكتور شكرين لفضلاتكم أهلا وسهلا شكرا جزيلا مرحبا شكرا موصول لحضراتكم إلى اللقاء